وأكد الرئيس عبد الفتاح أسيسي استمرار مصر في جهودها لتثبيت التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة محذرا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على استمرار إدارة الصراع عسكريا وأمنيا كما أعاد الرئيس أسيسي التأكيد خلال كلمته على تمسك مصر بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لقد تابعنا بالحزن والألم تصعد حدث بعض الأزمات العربية خلال الفترة المادية لا سيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسؤولة من خبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وآخرها ما شاهدها وقطاع غزة وبينما تؤكد مصر استمرار جهودها لتذبيت التهديئة إلا أننا نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكريا وأمنيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواب ولعله من الملائم أن نعيد اليوم تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر